اعزائي المشاهدين وكرا بلص في كل مكان بعد نهاية مباراة اليوم بين سيراميكا كولوباترا والنادي الاهلي هناخد بعض الحالة تحكمية ونحللها مع بعض ونشوفها النهاردة كان فيه بعض الحالات او حالات كتيرة فيه اختبارات كتيرة لطعم التحكيم النهاردة هنشوف اول حالة ومطالبة لعب الاهلي براكل الجزاء الموجود الاحتكاك موجود اه في تلامس اه موجود لكن مش كفاية الاحتساب براكل الجزاء كان قرار حكم قرار صحيح ومراجعة الفار مراجعة صحيح اللعبة التانية الاهم من النهاردة في المباراة اللي هي الهدف الملغي لنادي الاهلي بداية التسلل حكم المساعد خد القرار في الملعب بالتسلل هنشوف القرى مع بعض رسم الخطوط نهاردة حكم الفار حطوا النقط بطريقة صحيحة كتف لاعب النادي الاهلي نزل بي خط رأسي على الارض وراس لعب سيراميكا نزل بقى خط رأسي على الارض وبالتالي التسلل صحيح وقرار صحيح من حكم المساعد فارد الملعب ومراجعة صحيحة من حكم الفار والغاء الهدف كان قرار صحيح وجود التسلل والتسلل صحيح لما عندنا رسم الخطوط صح نقول صح وما فيش عندنا مشكلة ان الطائم التحكيم او المساعد الحكم يطلع بقرار صح وفي الاخر النهاردة الحكم الفار رسم الخطوط بطريقة صحيحة وطع النقط بطريقة صحيحة والقرار صحيح هنا ميز من مدافع نادي الأهلي فيه هجمه وعده الميز المستمر ده إنزار صحيح من حركة المباراة كرار صحيح وإنزار مستحق ميز بالمنظر ده وطبعا فيه هجمه وعده الميز المستمر بالمنظر ده إنزار صحيح هدف سيراميكا في الديئة 45 أو 46 هدف صحيح مفيش أي أعاقة من لعب سيراميكا فيه ميز متبادل في أكتر من لعب في الملعب لكن في الآخر مفيش أي خطأ على لعب السيراميكا وبالتالي هدف صحيح تم تسجيله لسيراميكا كلبطر مفيش أي أعاقة مع حرس المرمى مفيش هنا أي أعاقة من أي لعب من سيراميكا مفيش أي خطأ وبالتالي استمرار اللعب يكن قرر صحيح مراجع صحيح من الفار وهدف صحيح لسيراميكا اللعب دي يعني من أهم ألعاب المباراة حكم الفار الحكم في الملعب ما شافهاش حاجة من فرض ستت الحكم وفيه ركل الجزاء للنادي الاهلي الاستدعاء استدعاء صحيح ركل الجزاء موجودة بتهور وبالتالي الرجل وصلت الرجل وصلت للرقبة بالمنظر ده تهور من لاعب سيراميكا ركل الجزاء صحيحة قركت في الملعب ما زالت في أرض الملعب وبالتالي القرة في اللعب احتساب ركل الجزاء صحيحة عن طريق حكم الفار قرر صحيح من حكم المباراة وتميز من حكم الفار باستدعاء في اللعبة زيدي ما حدش طلب ركل الجزاء في الملعب لكن هذا الأصعب في اللعبة أنه لا يوجد حد من اللعب الأهل يعترع على راكل الجزاء أو طلب راكل الجزاء لكن الحكم الفار تميز منه وانشافوا اللقطة واحتسب راكل الجزاء صحيحة لنادي الأهل وأنظار مستحق تنفيذ راكل الجزاء كان هناك دخول من الجانبين لا يوجد مشكلة أن نبص الدخول بالمنظر واللعبة مستمرة لا يوجد مشكلة اللعبة كانت طابب فيها اللعب الأهل براكل الجزاء اللمس اليد موجود آه لكن الإيد داخل الجسم اللعب سراميكا استمرار اللعبة كان قرار صحيح من حكم المباراة وتميز من حكم الفار في المراجحة اللعبة اللي جاية دي هي لعبة المباراة التسلل بنتكلم على التسلل عندما يكون هناك تسلل بالمنظر ده ننتظر ننتظر كحكم فار أو حكم مساعد عشان حكم الفار يشتغل معنا ممكن بقى قرار خطأ حتى لو انت رفعت الراية الحكم الساحة في الملعب ما يصفرش ما يصفرش ويأخذ بالراية تحتك لا يستمر اللعب هنشوف المنظر استمر اللعب استمر اللعب والكورة جات في في التسلل الموجود يعني في اللقطة دي لازم ننتظر شوية عشان الحكم ياخد القرار في الملعب بعد ما اللعبة تخلص وبالتالي ممكن نرجع لحكم الفار الاستعجال في الراية أو الاستعجال في الصفارة مش مطلوب في المباراة بتكلم عن اللعبة اللعبة المباراة الحقيقية هي لعبة عالية معلول هن هنشوف رجل الجزاء صحيحة لم تحتسب لعالي معلول اللعبة خدعة لعبة خدعة لأنه ما على أي خطأ من فوق لكن الرجل تحت الإلكترح، الرجل الشمال للعبة الصراميكا المestعوبة والمعفو الح Wood لعلي معلول ورقل الجزاء الصحيحة تانية للنادي الأهلي لم تحتسب كان لازم حاكم الفاري يا سيد الحاكم وكان لازم يشوفه بالمنظر ده وكانت تحتسب سهلا لعبة ديت حسبت لرونالدو في كاس عالم 2018 حركة الرجل بتاع المدافع اللي عملت احتكاج بسيط هي دي اللي بتعمل الاعاقة وهي دي اللي عملت اعاقة مع علي معلول وكانت رقل الجزاء الصحيحة لم تحتسب لنادي الأهلي اللعبة دي نهاية المباراة الكرة تقطعت نحن بتكلم في ديه 95 و 30 ثانية مفيش مشكلة خالص أنا بتكلم من نهاية المباراة صفارة النهاية سواء في الشرط الأول أو في الشرط الثاني لازم يكون اللعب ميت في محاضرة بتاتخد الحكام نهاية المباراة سواء شرط أول أو شرط ثاني ماينفهش بالمنظر ده وبعدد اللعبة كده بالمنظر ده وصفر نهاية المباراة أو ماينفهش كون أنا بشوت على الجون وصفر نهاية المباراة حتى لأول وقت انتهى وبالتالي التصرف العامل اللي حاكم النهارده تصرف غير صحيح كان لازم يستمر اللعب إلى أن ينتهي اللعب في منطقة ميتة اللي حصل بعد المتش أو اللي حصل بعد المباراة بالاحتكاجات اللي حصلت أو الاعتراض اللي حصل كان نتيجة للصفارة في الوقت ده بالمنظر ده غير مقبول زي بالضبط لما يكون لعب بشوت على الجون وأنا سوفر نهاية المباراة غير مقبول حتى لو الوقت انتهى وبالتالي كان لازم يصبر استنى لما تخلص الهجمة أو توصل لمنطقة ميتة ونصفر بها وبالتالي ما باش فيه النهاية اللي شفناها في نهاية المباراة هنشوف المنظر صفارة خلصت لعب السراميكا بالكامل بيحتاجه بالجهاز الفني كله بيحتاج لأن النهاية المباراة في محاضرة كاملة الحكام كرة القدم مدى تنهي المباراة سواء في شروط الأول أو في الشروط الثاني لازم يكون الكورة في وضع يعتبر ميت مش هجمة زي كده تنهي المباراة ما ينفعش بيحلم الحوال حتى لو انتهى الوقت بدل الضيع لازم نستمر دازم فيه كومن سينس من حاكم المباراة دي كل حاجة عندنا نهاردة في التحكيم اللي أهم في المباراة النهاردة رجل الجزاء لعلي معلول لم تحتسب شكرا لكم سلام عليكم